قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا حميد عن أنس عن عبادة أن أبيى بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا حميد عن أنس عن عبادة ابن الصامت أن أبيى بن كعب قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم آية وأقرأها آخر غير قراءة أبي فقلت من أقرأكها قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت والله لقد أقرأنيها كذا وكذا قال أبي فما تخلج في نفسي من الإسلام ما تخلج يومئذ فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله ألم تقرأني آية كذا وكذا قال بل قال فإن هذا يدعي أنك أقرأته كذا وكذا فضرب بيده في صدر فذهب ذاك فما وجدت وجدت منه شيئا بعد ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل وميكا إيلو عليهم السلام فقال جبريل اقرأ القرآن على حرف فقال ميكا إيلو استزده قال اقرأه على حرفين قال استزده حتى بلغ سبعة أحرف قال كل شاف كف حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس أن أبي قال ما حكى في صدري شيء منذ أسلمت إلا أني قرأت آية فذكر الحديث ولم يذكر فيه عبادة موسيقى موسيقى